أنا برأيي المتواضع الحلبوسي يلعب مثل ميسي يريد يراوغ يراوغ يريد يقوّل يقوّل يريد يلعب أحصاب المدرب والجمهور يلعب بدليل أنه يومية قدم زيادة جنابي سحب هذا هو يومًا ما كان ضد محمود البشهدان إذا تذكر في البداية لكن بعد ما انسحب شعلان الكريم نتيجة الضغط الجماهري اللي صار عيور أي العام إجراء اختار عدو عدو صديقي اختار قدم منه البشهدان هو يدري فهذا الرباك للمشي هذا ذكا سياسي أنا قل لك هو سأل خوش قلت لك قلت لك هو رجال دا يلعب بذكاء لكن الباقين اللي حوله لأنهم ضيعين صور إشعابهم ما يعرفون شون يوازدون الأمور يعني إذا ما صحت الرواية اللي قالها باسب خشان ومشت الأمور وفق ما تتخذ القرار المحكمة هاي بس بالعراق إحنا صارت ثلاث رؤساء نغير بدور نص عمر الدورة البرلمانية ثبين تشير ما قدرنا مهيموا هاي إيران جيراننا عنه مات رئيسهم خلال أربعين يوم انتخبوا مع العلمانتخابات وبطاقات وتنجيل أسماء هس إحنا ذول مخاف أقول عليهم مقامع ويزعلون عليهم لو ش تكون عليهم ولا شو كواه عليهم ثلاث بئة وتسعة وعشرين واحد ما دبرتوها إلا عددتوا دولة يسحب إلى متى تبقى هاي هاي الرعنين السياسية هذا الغباء السياسي شالي دع أعبر لكم أنا كمواطن عراقي ليه شي شلو اللي يعوزكم امتيازاتكم من أعلى امتيازات ما شاء الله تجون تقضوها بالكافتريات والشاي حليب وهالسوالف هي عملية توافقية أجل التوافق على واحد حتى يدير الدفة وعلى ما قال الأستاذ ياهل يجي حوج النار القرصة كل ين يبكي على ليله أجل مندلاوي لأنه محسوب على الشيعة يمررهم القوانين اللي يردوها الشيعة والحلبوسي مرد جماعته وإذا أجانا الكردي يقول لك لإطالة الآن يشعر بخطر يعني بخطر منه يقول لك إذا راح محسن مندلاوي نحن نشعر بخطر بديل هو خطر جدا إذن صانت هاي العملية السياسية هما يقبلوا نقول لك هما نقبل أنه واحد باسم الإطار أو باسم الكذا أنه يطلع باتر مدام بالمحكمة هما يقبل أستاذ نصير أنا بس تعرف البرلمان فريق متكامل وفريق كوريس سلل وشنو هم هذولا واحد يريد تخوف من الثاني إذا ماكو ثقة أنا شلون يعني سلطة تشريعية رقابية وهاي النتيجة هو من اللي يكثر السراق عندنا لو لا أنه تكون كل سارق من خلف سياسي هو اللي سانده ونور زهير يطلع عندنا وشوف التصريحاته وشوف تشلون قاعد ويتهم ويحكي بأريحية ليش لأنه المال السياسي سائب أنت تدري حضرتك اليوم بالعراق آخر يعني اللي يقولوها عشرين ألف مليون يار عندنا بالعراق من يجوذوا العشرين ألف مليون يار ستة وثلاثين مليار دير قبل فترة سبعة وثلاثين سياسي لا يقل رأس مال الواحد عنهم مليار دولار بسينا بين جبتهم الراتبك بش تشتغل بالسيارة كالدولة تاكسي ورا الدوام احنا ما ندري منين جدتها المليار غير أكو رقابة بس هي صايرة لصوص تطارد لصوص هاي عمليتنا السياسية ولهذا نور زهير منطلع يحكي قال أقلب الطاولة وقال أغير مفاهيم وراح هواي رؤوسي تروح وأكو فلان وأكو فلان إذن إحنا بس 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 ماكو ما اتخذ إجراء بحق لحد اللحظة أنا أول مرة أشوف متهم هسا ماهي من متهم بري حتى تثبت إدانته بس يطلع بالإعلام ويصرح وتطلق الدولة ويا بليش أطلقته نور زهير والله مو عنده فلوس روح يجيبه شنو المشكلة أنا هسا هذا خليه بسجن من هذول الجدد لأ مقل لك استاب المثال قل لك أسماء أخرى راحت بجريرة نور زهير وراح أكو بعد أسماء راحت تكشير يجي يتهم أي واحد صح لا مصح استاب المثال يجي يتهم أي واحد وكذا سأنا مو يعني حصير يعني هذي مسار يمشون عليه هسا إحنا ما بقى شي لمحكمة ثمانة أيام بس أخاف الرجال قاعدوا الصبح للقام ميت وطلعون نسال فمال منتحر وضع وضع والله ما مستبعدة هاي الشغلة دوق والله من هذي هذ القنوات نعرفهم مشخصناهم احنا وحجينا وقلنا يا ابا تركوا قنوات صفراء وكذا وحجينا بيها بس هم مغرسين والهم أحدهم على هيئة الإعلام والانتصالات أكو لازم أكو متابعة صح ليش بعض أخوان المحلل السياسين بعد منطقة جزئية رأسا توقفها ورأسا تنتقد وليش أكو قنوات تتبث سموم يا ناس احنا على حافة الهاوية انتبهوا للتصريحات انتبهوا للضيوف انتبهوا للكلام صح زين انت غير تتابع قضيتك اذا انا كلها قاعدة ليش احنا بعد ما صنع المصيبة يا الله ننتبه لها جيد